طيب بالمناسبة في معسكر المنتخب اللي بيستعد المباراة غينية يوم الحد ان شاء الله ثبتت ان عينة محمد الشناوي حارس المنتخب الكبير سلبية او ايجابية بفيروس كورونا تم عزل الحارس في فندق الاقامة منذ امس اجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحتين اليوم للحارس تأكدت ان النتيجة ايجابية ايضا تم اختار الجهاز الفني بقيادة كابتن ايهاب جلال بحالة اللعب ولم يشارك طبعا الشناوي في التدريبات معسكر المنتخب اكتمل بوصول المحترفين وكان اخرهم محمد صلاح اللي جاء مبارح بالليل حجازي تم السماح له بالسفر لاسبانيا لمتابعة برنامجه العلاجي على ان يعود في محاولة للحاق ان شاء الله بمباراة اسيوبية اللي هتكون يوم تسعة في ملاوي تم طرح تذاكر المباراة المباراة مسائل احد اسعار التذاكر هو مسموع بحضور 40 الف مشجع في استاد القاهرة اسعار التذاكر المأسورة الامامية بـ 500 جنيه والدرجة الاولى بـ 200 والتالتة بـ 100 والتالتة بـ 50 جنيه والمنتخب بيواصل تدريباته في ملعب الدفاع الجوي اليوم احنا نتمنى ونترقب هذه الانطلاقة للجهاز الجديد مع المنتخب اللي نتمنى انها تكون انطلاقة مطمئنة يعني وكل الدعم وكل مشاندة لمنتخب مصر في هذه المرحلة اشتركوا في القناة